تجنب ايه في الصيف عشان الاجهاد الحراري وعشان حاجات كتير يعني حطي خطوط عريضة زي ما بيقولوا كده لنظام اكل صحي في الصيف يجنبنا الاجهاد الحراري وفي نفس الوقت يدينا طاقة و باور في الجميع اول حاجة لازم ان انا يعني بقابل مشاكل كتير مع بعض الناس بالزيت في الصيف ان انا بخش لتمرين مثلا لأي الناس جايبا معها عصير وهي طالعة تتماشى على التريد ميل عصير طبعا بتبقى مصنعة يعني فيها سكر تمام اه نشرب بس نشرب أثناء التمرين عشان ما تعبشي زي ما قولت بناخد من لتر اللتر ونص مية أثناء التمرين مية فقط أثناء التمرين ما اخدش اي حاجاتين خالص الحاجة الثانية اننا لازم ابقى يعني على مدار اليوم بتاعي نظام الاكل بتاعي اكون مدخلة فيه سويل اكون مدخلة فيه يعني خضرات radioactive تمام ادخل فيه دهون صحية تمام ادخل فيه قرب الكلام ده كله مهم قوي قابل وبعد التمرين قابل التمرين ممكن نيترجم دهون صحية عشان في ناس بتسمع كلمة دهون دي لا هقول لحضرتك الألياف طبعا ليها الخضار اللي احنا عارفينه كلنا تمام و بعض الفواكه مثلا داخل فيها ألياف طيب الكرب بتاعي دا بيكون عبارة عن ايه اللي هو رز مكرون و بطاطس بطاطا اللي هي البطاطا الحلوة مثلا بتاعتنا تمام البطاطس طبعا مش بطاطس مقلية يعني بطاطس هي معمولة بشكل صحيح طبعا البروتين طبعا اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو اللحوم البيض الجبن الحاجات دي كلها طيب الفاتس بقى والدهون الصحية بتاعتي عبارة عن ايه زيها زي المكسرات الشوفان بيبقى داخل فيه دهون صحية بيبقى داخل فيه بروتين طبعا الحاجات دي كلها فيها دهون صحية البطاطا زي من السائلين دي كلها برضو دهون صحية ما عودش ادخل مثلا في سناك فيه سناك بتبقى صحي زي اللي هي الكيكة الرز مثلا زي الحاجات الصحية بتاعتنا فيها الدهون او كرب بنسميه كربو يعني دهون معقدة شوية تبقى مليانة طبعاً دهون ضرة وبتدي أكل منها على مدار اليوم. فطبعاً ده يؤدي أن الوزن عندي هيزيد ومهما ألعب الرياضة. أنا لما أتمرن وعايز أكل شوكولاتة بأكل بروتين بار بالشوكولاتة. بس بأكل كتير منه. لا أخوة كتير من كل حاجة ده غلط. وليه توقيتات معينة. يعني ما ينفعش مثلاً بلاي ناس فعلاً بتأخذ بروتين بار. بس هي طالعة خلاص تتمرن على طول. ده غلط. طبعاً. ده يديني قول في التمرين. أه طبعاً. وطبعاً الكرب المتوقف على الأكل اللي أنا بيدخله قبل التمرين بساعة ونصف ساعتين. لازم أكون وقت ده واجبة يكون فيها الكرب أعلى من البروتين. بعد التمرين بأعمل العكس. بأخذ البروتين أكوى يعني أكتر من الكرب شوك. لا أنا وضح دي وإنا. أوكي قبل التمرين مثلاً بساعة ونصف ساعتين ببتدي أدخل وجبة الغدى بتاعتي. تمام وجبة الغدى بتبقى فيها الكرب يعني مثلاً لو هدخل رز مكارونة بطاطة زي ما قلنا بطاطة حلوة. أقوى يعني أعلى شوية من نسبة البروتين. عشان هيتحرقوا كده كده في. مش بس هيتحرقوا الكرب كل ما بعليه قبل التمرين. ده بيديني بيخليني بيديني باور إن أنا قدر أمارس التمرين بشكل أقوى شوية. بعد التمرين مش محتاجة الكرب عالي أولاً لكن محتاجة أدخل الكرب.